اشتركوا في القناة 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 جاءوا جماعة ميديا برو راحوا ملعب سنجد خمسة جويلية حطوا المعدة تهم حطوا التجهيزات حطوا الماتريال تهم ولكن من بعد وقع اجتماع مع بين مربوط والتلفزيون العمومي ومربوط قال لهم ما نقدروش تخدموا مع هذا التلفزيون العمومي تقليل لحقة الى رئاسة الجمهورية والى اعلى السلطات ودخلوها باللي هذي داخله في السيادة الوطنية اسموا التلفزيون العمومي هو من يغطي المباراة ليس ميديا برو هنا اختلط الحابل بالنابل ومعلومات مؤكدة راح وزير شباب ورياضة اه حماد ذهب شخصيا بلحمه وجزله الى ملعب خمسة جويلية واتخلطت جنرال في اخر دقيقة ميديا برو قال لك حنال يغطي المباراة والتلفزيون العمومي قال لك حنال لغطي المباراة الواء امتسل لك راح وزير شباب ورياضة قال ميديا برو ممنوع تغطي المباراة القضية ستكبر وتكبر جدا ميديا برو قال لك النوع احنا عايتونا هاشي جات اعلى سلطات واعلى التقنيين كما يقال الى ملعب خمسة جويلية وهنا واقعت الواقعة شافوا كاميرات زيادة شافوا معدات حساسة بتقدر الديرتات تجسس وهناك القضية انفجرت وفي ريفولي بابي وتاعيق الشاحنة لقهم اسبانيا وبحكم العلاقات المتواطرة الديبلوماسية بين الجزائر واسبانيا اخترت الحاب المنابل والقام معدات خاطيرة وخاطيرة جدا بداية التحقيق بداية التحقيق كبرت لافار كيفاه دخلوا هادو كيفاه دخلوا ميديا برو هنا كيفاه دخلوا تخلنا على ميناء وهلان شكل مدهت في دراسون في دراسون قالت لا احنا يا تلفزيون العمومي دانا الرغطار اه تم ما اكتخلطت من قاموا باستجواب الاتحاد الجزائري باستجواب جارية عصابة سيد موسى اه وسكرتينو دبشي قال لك انحنا التلفزيون العمومي هو اللي ما جاوبناش والتلفزيون العمومي قال لك انو احنا خاطئنا احنا كنا نديرو في القراءات كنا نقوموا بالتحقيق على المعدات اللي غاديتشي لم لما زفزاف والاتحاد الجزائري بيدبشي ورط رئيس القسم الرياضي للتلفزيون الجزائري اه جمال بن علي هو جاء الى التلفزيون العمومي قاموا بتوقيفها يتحفظيا جاء التلفزيون جاب دوك الملسلات ودهم الى المصالح الامنية وقالهم انا قتلهم الصبر كذا وكذا اردك لك الاتحاد الجزائري مرموم ويقارع ويجي اجتمع معنا هما تقلقوا راح وجلبوا ميديا برو اهنا كل واحد يتكمل تحمل مسؤوليتها مسؤولية كبيرة تتحملها اتحاد جزائري بس كما جاءت لك شمولة سالة من الاتفزيون يقولك انا ما غادش نكوفري الماشي انت احمعت لك الفرفارة دبيشة وزفزاف ابعتوا ميديا برو اخطوه مسلكوها الوزير شخصيا هو اللي حب اسم ميديا برو ميديا برو كالك نو خصنا بيزنصاش فيليو فو الماتريال قواه ماتريال تا اسبيوناش الماتريال تا تاجسوس وبحكم اسبانيا وكذا وكذا بنتخلش في التفاصيل العثار راهي وعلى وقام بحز حزوه الشاحنات وراهم محل تحقيق وهم يفيروفوا فيهم بشارة المشكل التلفزيون العمومي يقال لك عندي مراسلات تورط الاتحاد الجزائري وهنا تراكم الاخطاء لاتحادية العار كما يقول لك الامور اختلطت والوزير قال حتى الوزير قال لكم مناخات الاتحاد الجزائري ولا دمونه سيقومون بتضحية بفيدارية العار الجمالك ضحى ضحىوا بهم وما ما يتحملونش مسؤولية لانهم هم حاولوا يسهلوا الامور للكورة الجزائرية حسبو كوم دا بيديد ولكن من الاسف زبزاف ورط على الجامعة ودعوت المظلومة على يامسو زبزاف يامسو دبشي الامور راهي من سيء الى اسوأ وكما يقال ميديا بروس يتمنع منعا باتا من دخول الجزائر حتى مباراة النهائية لك اسوأ الجزائر بنسبة كبيرة ما تكونش بالفار بعد الفاضيحة اليسرات وزبزاف ما غادش يعطوهم بنسبة كبيرة ما يعطوش لو طريقا سو باش يدخل الفار جيبونتهم الفار في الجزائر وجيبوا بالرهنكم وخدموا به شو تكدبونتا وحيمودي وكذا وكذا الأمور أصبحت فوقية ودخلت في المساج بالأمن الوطني وهذا هنا آخر مسمار في نعش زبزاف وفي نعش دبشي الأمور تقول بأن زبزاف يلفظ يلفظ آخر الألف أستاعو وحو نحو رحيله في قادم الأيام أو قادم الأسابيع الأمور لا تبشر الخير سوس بوجين مقدس من قاطر ويدي لها انتربوسون كم ضاويتيت أسكو يسبعوا له لا سيبق أنا ما نديش لعبان يقدر يكفر عليه لأنه خط أحمر عند الله يشار الأمور خطيرة وبيت الاتحاد الجزائري ينفجر انفجار لماتيلة له كل مؤشرات تقول بأن زبزاف سيصبح من الماضي عن القريب وسيدخل مزبل التاريخ من أوسع أبوه الأمور تشبه أمور زتشي مع قضية السحراء الغربية تحية لكم خوفتي وان تو تري غيفا لاجيلي يتبع بإذن الله